افتتح معالي سيد احمد بن ابراهيم الملة رئيس مجلس النواب الاجتماع الدوري العاشر لاصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس الشورى والنواب والوطن والامة بدول مجلس التعاون لدول الخليجة العربية الذي استضفته البلاد اليوم الاجتماع الذي جمع السلطة التشريعية بشقيها النواب والشورى في دول مجلس التعاون جاء مدركا لصعوبة الاوضاع الرهينة التي تمر بها المنطقة العربية على كافة الاصعدة وبالتطورات والتحديات الاستثنائية التي تعنى بالشأن الاقتصادي تحديدا لذا حاول هذا الاجتماع الذي تستضيفه مملكة البحرين اليوم ان يجدد الامال والطموح بمستقبل اكثر اشراقا وان يعزز العلاقات البرلمانية الخليجية المشتركة والعمل كمضلة داعمة للحوار وتبادل الرأي اليوم كانت هناك قارات جدا مهمة اتخذها رؤساء المجلس التشريعية طبعا بداية الاجتماع تعرضنا حق التقرير السنوي الذي تم من قبل معالي الشيخ عبدالله رئيس مجلس الشورى السعودي ومن ثم ايضا ناقشنا التقرير الذي قدمته الامانة العامة عن مسيرة العمل المشترك لمدة سنة كاملة وتطرقنا الى موضوع مهم جدا وهو تعزيز العلاقة بين المجالس التشريعية والمجلس التعاون وبين البرلمان الاوروبي وقررنا ضرورة الاستمرار في هذه الاعلاقة بما يخدم مصالح وشعوب دول الخليج دائما اللقاءات رئيساء المجالس التشريعية اللقاءات مباركة تعكس تطلعات الشعوب والمواطنين مواطني دول المجلس هذه اجتماعات دورية دائما تتناول اهم المواضيع في حينها البيان الختامي بما ورد به من قرارات جسدت في مجملها التعاون المستمر والقرار المشترك تجاه الكثير من الملفات التي تعنى بكافة الاصعيدة نأمل بهذه العلاقات والعلاقات السابقة مع تلك الدول ان تؤدي هذه الجهود الى نتيجة ظاهرة خصوصا ان هذا القانون صدر من جهة برلمانية ويقابلها في مجلس التعاون مجالسنا التي انعقد اجتماعنا هذا في هذا الوقت لاجل بحث الامور ومشتركها بين دولنا انه اجتماعات بيننا وفد يذهب من ثلاثة من رؤساء المجالس مجالس الشورى والوطن والامة مع من دوبي من المجالس الاخرى تكثيف اللقاءات بالبرلمان في امريكا وفي اوروبا دعوة عدد من رجال الكونغرس ورؤساء البرلمانات الى الحضور الى دولنا وهناك اجراءات كثيرة جدا سنتحدث عنها ان شاء الله مستقبل اليوم خرجنا بقرارات مهمة وببيانات ايضا تؤكد توجهنا المشترك الخليجي كمجالس تشريعية من ضمنها بيان عن ادانة للاعتداء السافر على مكة المكرمة وطالبنا كمجلس وطن الاتحادي ان يتم رفع ذلك الى اتحاد مجالس التعاون الاسلامي لعمل بيان مماثل ايضا لان هذا اعتداء على مقدساتنا الاسلامية ككل وكذلك كان هناك بيان عن قانون العدالة ضد رعات الارهاب جاستا الامريكي وانه يتعارض مع الحصانة السيادية للدول وكيف ايضا نحن نستطيع من خلال عملنا المشترك كبرلمانات عمل فهم اكبر لطبيعة القانونية وابعادها لهذا مثل هذا التوجه ساده جو الاخوي وفي واقع الامر حقيقة شعرنا نحن بان العلاقة الاخوية سادت على كثير من الجوانب المتعلقة بجدول اعمال فالتوافق والتفاهم والتوحد كان هو سمة اللقاء الذي تم في خلال اليوم هذا الاجتماع مهم جدا لتنسيق المواقف وتوحيدها والخروج الى الوطن او الى العالم الخارجي حتى بموقف موحد رؤية واضحة الاجتماع في بنود كثيرة بنود مهمة على المستوى المحلي الخليجي او على المستوى العالمي جميع القرارات التي خرج بها الاجتماع ستصبح واقعا ملموسا وسيبدأ العمل على تنفيذها قريبا وهذا ما اكد عليه اصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع جسد رؤية واضحة وموقفا صريحا حيال جميع الملفات التي تم طرحها وهذا ما برهن عليه البيان الختامي الذي خرج بعدة توصيات جميعها تخدم المواطن الخليجي سهر عصفور لمركز الاخبار تلفزون البحري وليلقى المزيد من الاضواء للاجتماع الدوري العاشر لرئيساء المجالس الخليجية معنا في الستوديو والستاذ خميس رمحي عضو مجلس الشورى سيد رمحي بداية نرحب بك وشاكل لك حضورك معنا هنا في استوديو مركز الاخبار بداية إذا تكرمت تعطينا قراءتكم للبيان الختامي الذي عقد هذا اليوم أولا بداية أنا أشكركم على هذه الاستضافة وكما تعلمون بأن البيان الصحفي الذي صدر عن الاجتماع هو عادة هذا الاجتماع يعقد في نهاية كل عام وهذا العام الدورة تسلمها معي الأخ أحمد بن راهيم الملة رئيس مجلس النواب بدل من معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن راهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي كان رئيس الدورة التاسعة طبعا إذا رأيتم أو قرأتم البيان الصحفي فالبيان الصحفي هو مجموعة من البلول التي ناقشها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس وقد وضعتها اللجلة التنسيقية التي عقدت اجتماعها في بداية شهر نوفمبر وكان على من ضمن هذه التوصيات التي صاغها البيان الغتامي عدد من هذه البلود كان الأخوة وكما جرت عليه العادة في كل عام رؤساء الاجتماع يختارون أو اللجلة التنسيقية تختار ثلاث موضوعات ذات شأن خليجي معنية بالشأن خليجي ويرفعونها إلى أصحاب المعالي والسعادة لاختيار واحد من هذه الموضوعات كان هناك ثلاث موضوعات رفعات اللجلة التنسيقية أولها الآثار المترتبة على انتهاك مبادئ القانون الدولي وسيالة الدول ووضع قانون جستا كنموذج لهذا الانتهاك والموضوع الثاني وهو مقدم من المملكة العربية السعودية والموضوع الثاني مقدم من الأخوة في دولة قطر ومتعلق بالأمن الغذائي والماء والموضوع الثالث متعلق ومقدم من دولة الإمارات العربية والمتحدة ومتعلق بالشباب والتنمية وتوافق جميع الأصحاب المعالي والسعادة على دمج وضوع الأمن الغذائي المقدم من دولة قطر الشقيقة والشباب والتنمية المقدم من دولة الإمارات العربية في موضوع واحد تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بعمل ندوات وملتقيات متعلقة بالشباب التوعية وتقوم مملكة البحرين بالتنسيق بحكم النهية دولة الرئاسة بالتنسيق مع دولة قطر الشقيقة المقدمة لموضوع الشباب في عمل ندوات وملتقيات تخص هذا الموضوع سيد نرمحي الآن في ختام الاجتماع هناك أيضا أنتم خرجتم بنتاج هل هذه نتاج تختلف عن المبادرات؟ هل هناك مبادرات خرجتم بها أيضا؟ الحقيقة هناك من ضمن ما طرح أو صدر في البيان الختامي هناك عدد من الموضوعات من ضمن هذه الموضوعات بيان شجب واستنكار لاستهداف مكة المكرمة وهو مقدم من مملكة البحرين إضافة إلى بيان شجب واستنكار من المملكة العربية السعودية متعلقة بإصدار قانون جستا الأخوان في المملكة العربية السعودية استعاضوا عن موضوع كموضوع عام في جستا بالبيان الختامي إضافة في بند ما يستجبن من أعمال الأخوة في دولة العربية المتحدة ومن معالي رئيسة المجلس الوطني اتحادي أيضا طلبت إضافة في بند ما يستجبن من أعمال وهو تقديم مخترح إلى الاتحادات الإسلامية البرلمانية الذي سوف يعقد في جمهورية مالي قريبا بتقديم مخترح لبيان شجب واستنكار أيضا لاستهداف مكة المكرمة سوة بما قام به المؤتمر الإسلامي سيد الرميحة يبدو أن هناك انسجام وتوافق من خلال اجتماعكم لهذا اليوم وكما جرت عليه العادة أنتم كأعضاء سلطة تشريعية في مملكة البحرين وفي دول مجلس التعاون بشكل عام هل هناك نظرة لتوحيد الرؤية كيف سيتم الرد على قانون جسل أمريكي هل هناك سراتيجية لردات الفعل الخليجية بخصوص هذا القانون الأمريكي الآن مقدمة المخترح هي المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية في اعتغالي شخصي آثرت أن تبعد هذا الموضوع الآن عن الموضوع أو عن الساحة حتى قد يكون هناك فرصة لدى القيادة السياسية الجديدة في الولايات المتحدة لمراجعة هذا الطلب أو هذا القانون وبالتالي فإن هذا الموضوع يتم التريض حتى تتضح الصورة الآن هم أصدروا تقدموا بيان طلب شجم استنكار لهذا القانون ودائما نحن في دول خليج يعني ترى دائما الرؤى متوافقة مع بعضها وهذا طبعا اللجنة التنسيقية التي تقوم بجدوة الأعمال تحاول أن تبلور جميع البنود إلى أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء المجالس بصورة سلسة بحيث أنهم يتوافقون على هذه الرؤيات نعم إذن سيد خميس الرميحي عضو مجلس الشورى كل شكر وتقديل اشتركوا في القناة